موسيقى هذه نشرة مفصلة للانباء من المادين وإلى عنوينها موسيقى اركضنا اسحفنا العالم لاقينا طلاب مدارس وولاد ونسوان ارتفاع وعدد جهداء التفجيرات الارهابية في مدينة تايترطوس وجبل الى مائة وثمانية واربعين شهيدا موسيقى وزارة الدفاع الروسية تقول ان النصرة تحشد نحو ستة الاف مسلح في ريف حلب الجنوبي للهجوم على المدينة موسيقى القوات العراقية تدمر تحصينات داعش على مداخل الفلوجة وتتقدم في المدينة من ثلاثة محاور موسيقى في لقاء تاريخي بابا الفاتيكان وشيخ الازهر يتفقان على عقد مؤتمر دولي موسيقى اهلا بكم ارتفعت حصيلة شهداء التفجيرات الارهابية التي ضربت مدينتي تايترطوس وجبل غرب سوريا الى مائة وثمانية واربعين شخصا المرصد السوري المعارض قال ان ثلاثة تفجيرات في تايترطوس ادت الى استشهاد ثمانية واربعين شخصا وجرح مائة اخرين في اربعة تفجيرات استهدفت جبل فضلا عن اصابة العشرات بجروح وبين الشهداء اطفال وعاملون وطلاب اقدرنا كل من تنظيم داعش وتنظيم احرار الشام هذه التفجيرات عشرات الشهداء والجرحى ضحية سلسلة سيارات مفخخة واحزمة ناسفة هزت مدينتي ترطوس وجبل في ريف اللاذقية تفجيرات متزامنة نفذها عدد من الانتحاريين في مركزي انطلاق الحافلات في المدينتين فجر الانتحاري الاول حزامه على مدخل الكراج لتنفجر المفخخة التي كانت قد ادخلت مسبقا الى مركز انطلاق الحافلات تفجيرات اخرى ذهب ضحيتها العشرات في جبل بريف اللاذقية وبتكتيك متشابه انا وصلت على الباب وما يطلع رفيق وما يطلع معي فتح الباب وما يطلع ويجي التفجير التاني حزامنا صوت انا بالانفجار التاني كمان كان فيه ناس مقطوع رأسة وفيه ناس جسس لهالأرض وقدم وكزش شغلات ما لانا ابنا نصى على الباب 15 متر صوت انفجار طارجزة يعيدنا هنا في كراجات طرطوس حيث يتجمع يوميا المئات من سكان القرى للانتقال الى اعمالهم طلاب جامعات وباعة خضروات كانوا هدفا لاربعة انتحاريين اختاروا هذه المنطقة وتتالي التفجيرات كان لايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين نحن نزبئ لنا بحرب عالمية سالسة نخد حرب عالمية سالسة نحن نعرف انه التمن كبير لكن بالنهاية نحن ننتصر نحن التفجيرات الارهابية هور ترطوس بتقوينا بتزيد من تماسكنا من احمدنا الوطنية من حبنا لابناء المحافظات الاخرى في طرطوس طرطوس مدينة النزوح من الجوار الساخن والتي استقبلت مليونا ونصف المليون ممن هجرتهم الحرب دون تمييز اقاع الفتنة واستهداف بيئة المدينة كان الهدف الاول للتفجيرات والانتقام من تقدم عمليات الجيش في الارياف القريبة هو الهدف الثاني مدينة طرطوس المدينة التي لم تدخلها الحرب ولم تشهد جبهات قتال ولا قصفا بالقذائف على احيائها يضربها الارهاب اليوم البلدية والمجتمع المدني سارع لرفع الانقاض وبقايا المجزرة واستئناف الحياة على وقع يوم دموي لن تنساه المدينة بسهولة ورسالة واضحة انه كلما اقترب الحديث عن تسوية او تقدم للجيش السوري يعود المدنيون ليكونوا في دائرة الاستهداف مجازر متنقلة وعشرات الضحايا والجرحة نفذها داعش لايقاع اكبر عدد ممكن من المدنيين جبلة وطرطوس دفعتا ضريبة كبيرة من الدم اليوم بعد ان غابت الحرب عنهما منذ ان بدأت على سوريا من موقع التفجير الانتحاري في كراج مدينة طرطوس مجد ليلة لقناة الميادين في المواقف استنكرت الخارجية السورية استمرار بعض الدول في فرض سياسة الصمت على مجلس الامن ازال اعمال الارهابية في سوريا ورفض اتخاذ اجراءات رادعة بحق العواصم الداعمة للارهاب ولسيما الرياض وانقرة والدوحة وقال رئيس الوزراء والى الحلق ان تصعيد الاعمال الارهابية يأتي باعاز من الدول الداعمة والممولة للتنظيمات الارهابية المسلحة للتعتيم على انتصارات الجيش وزير الاعلام السوري عمران الزعبي اكد في التصال مع المادين ان فشل المسلحين في مواجهة الجيش السوري دفعهم الى تنفيذ هذه التفجيرات هم يرجعون الى استهداف هؤلاء المدنيين العزل الذين لا حول ولا قوة لهم الذاهبين الى اعمالهم الى ارزاقهم مع اولادهم الذاهبين لتأمين قوت يومهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ويعيش تعيشها الدولة السورية والمجتمع السوري ضد مصلحة من هذه العملية ضد من هذه العملية اساسا من هم هؤلاء الذين نفذوها من الذي سلحهم من الذي مولهم من الذي دربهم نحن نفهم جدا ان هناك دور تركي ودور خليجي سعودي قطري خلف كل هذه الاحداث اعتقد ان هذه العمليات تستهدف السوريين تستهدف الجغرافية السورية الوطنية السورية الهوية السورية حزب الله دان التفجيرات الارهابية في جبل وطرطوس وفي بيان الله اتهم الحزب دولا واجهات عربية واجهزة استخبارات دولية معروفة بدعم المجازر التي ترتكبها الجماعة التكفيرية الحزب طلب بوقفة حازمة في مواجهة القوى الدولية والاقليمية المحرضة على هذه التفجيرات وبكشف حجم غماسها في اعمال متعارضة مع كل القوانين الدولية والمعايير الاخلاقية من جهتها دانت بغداد والقاهرة التفجيرات الارهابية في سوريا الخارجية العراقية اكدت في بان الله ضرورة التنصيق والتعاون الدوليين في القضاء على داعش ولفتت الى ان التنظيم يستمر في جرائمه بحق المدنيين السوريين والعراقيين وغيرهم من شعوب المنطقة فيما يتقهقر في معارك الفلوجة امام الجيش العراقي الامين العام للأمم المتحدة بانكيمون طالب على لسان الناطق الرسمي ستيفان دوجاريك الدول الاعضاء في الامم المتحدة بدفع الاطراف السوريين نحو التهدئة والحل السلمي الامين العام للأمم المتحدة بانكيمون دان الهجمات الارهابية التي ازهقت ارواح عشرات الاشخاص في مدينتي جبلة وطرطوس الساحليتين العنف المتصاعد في مناطق دارية وحلب وادلب وريف حمص الشمالي سيؤدي الى سقوط الكثير من الاصابات في صحوف المدنيين الامين العام دعا كل الاطراف في سوريا الى وقف القتال والالتزام بالتهدئة وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي تفجيرات جبلة وطرطوس لا تمنفصل عن السياق الميداني العام في سوريا فالتفجيرات ضربت اكثر المناطق امنا واحتضانا لنازحين من المحافظات في محاولة لارباكي تقدم الجيش السوري في الغوطة وتقاقر داعش من ريف حمص تقرير محمد الخضر جغرافيا تبدو جبلة وطرطوس بعيدتين عن المسرح الدامي في ارياف حلبة والرقة وحمص لكن السياق العام للميدان السوري يفرض ربط خيوط كثيرة ببعضها لم يكن اختيار الارهابيين للمدينتين الاكثر امنا طيلة خمس سنوات عبثا ضربوا مجتمعا استقبل مئات الاف النازحين محاولة ارباك من الداخل ولسيما ان ابناء المجتمع ذاته يقاتلون المسلحين على مختلف الجبهات من درع جنوبا الى حلب شمالا جبلة ثلاث سنوات واشهر مدينة امنة جبلة قدمت شهداء بكل المناطق السورية وجبلة فيها من كل الاطياف السورية وبالتالي كل طيف السوري المكونات الاجتماعية موجودة الان في مدينة جبلة الحديث نفسه ممكن نحكي عن ترطوس ترطوس فيها من كل المحافظات السورية وترطوس هي من المناطق الامنة خلينا نحكي الان هالعملية شو سببها سببها افلاس المجموعات الارهابية المسلحة نحن نحن نحكي عن خمس سنوات ونصف من الحرب والعدوان على سوريا محاولة الإرباكي توازي إنجازات عسكرية كبيرة حققها الجيش السوري في الغوطة الشرقية وتدمر والقريتين وريف دير الزور وتسبق معركة كبيرة عدت لها قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش في معقله الرئيسي في الرقة داعش الذي تبنى أيضا التفجيرات يوسع دائرة الدم قبل معركة باتت على تخوم مواقعه فاعتقادي أن ما يجري الآن حولها في سوريا سواء في معارك الشمال أو الجنوب أو الغوطة والإعلان عن معركة ستستهدف سيطرة على مدينة الرقة من قبل وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية برعاية أمريكية ودعم أمريكي تتوافق في هذا اليوم مع التفجيرات التي جرت في الساحل السوري سواء كان في مدينتي ترطوس وفي مدينة الجبلة التحضيرات لمعركة الرقة بلغت أوجها 12 ألف جندي من قوات سوريا الديمقراطية و 500 جندي أمريكي باتوا جاهزين حشود تنتظر ساعة الصفر كما يبدو للانطلاق نحو الرقة في معركة تنعكس على الميدان السوري برمته تفجيرات كثيرة أدمت السوريين وأدخنت جراحهم على مدى السنوات الماضية لكنهم نهضوا بعدها على الدوام لا تختلف الصورة كثيرا في تفجيرات ترطوس وجبلة بل رغم من كل الدلائل التي تحملها محمد الخضر دمشق الميادين في حلب استشهد سبعة مدنيين بينهم خمس سيدات وجرحة خمسة عشر مدنيا نتيجة سقوط قضائفها ونطلقتها الجماعات المسلحة مراسلنا أفاد بأن القصف استهدف أحياء حلب الغربية أعلن رئيس المركز الروسي المصلحة في سوريا الفريق سيرجي كورالينكو أن جبهة النصرة تحشد نحو ستة ألاف مسلح في ريف حلب الجنوبي لتطويق الجيش السوري والسيطرة على المدينة وأنها تعد في الريف الشمالي لهجوم على بلدة نبول كورالينكو أعلن هدنة لمدة 72 ساعة بدءا من اليوم في الغطة الشرقية ودارية وحثت وزارة الدفاع الروسية على وقف العمليات الهجومية والقصف والابتعاد عن المناطق الخاضعة لسيطرة النصرة التي ستستمر الطائرات الروسية في شن ضربة عليها بحث وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف مع نظره الأمريكي جون كيري اقتراح موسكو تنفيذ عمليات مشتركة مع واشنطن ضد المجموعات الإرهابية التي لم تنضم للهدنة في سوريا الخارجيات الروسية قالت أن لافروف أشار إلى ضرورة وفاء واشنطن بوعدها بشأن فصل جماعات المعارضة السورية عن جباة النصرة الخارجيات الأمريكية أكدت أن واشنطن لا تبحث تنفيذ عمليات مشتركة مع الروس في سوريا مضيفة أنه إذا استمر العنف في سوريا فربما نكون أمام انهيار كامل لاتفاقي وقف الأعمال القتالية كشف موقع مكلاتش الأمريكي أن لبيب النحاس مسؤول العلاقات الخارجية في حركة أحرار الشام زار واشنطن في كانون الأول ديسمبر الماضي بعلم السلطات الأمريكية التي منحته تأشير تدخول وبحسب الموقع تقاطعت الزيارة مع حملة إعلامية وسياسية لدعم التنظيم راعتها تركيا وقطر والسعودية لتصويق أحرار الشام كشريك قوي على الأرض قادر على محاربة داعش وليس له ولاء لتنظيم القاعدة أو لمجموعات مدرجة على لائحة الإرهاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري أكد أن إيران تدعم سوريا والعراق في خطواتهما لتحرير المناطق المحتلة من الإرهاب ومواجهة المجموعات الإرهابية أمن المنطقة يقع على عطق دولها ومن دون تحقيق الوفاق بينها ومن دون وجود سياسة واحدة من قبلها لمواجهة الإرهاب والتطرف لن يتم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة أعلن قائد عمليات تحرير الفلوجة أن القوات العراقية دخلت حيا نعيمية جنوب المدينة ووصلت إلى جسرية فاحة وسجر في شمالها وكذلك إلى المدخل الشرقي للمدينة فرقة رد السريع أعلنت أيضا تحرير منطقة الليفية في كرمة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار كما أعلنت القوات الأمنية أيضا تحرير منطقته الحراريات والدواي الفلوجة تحت النار قصف صاروخي مكثف بدأ مع انطلاق عمليات تحريرها بشكل رسمي حي الشهداء والنعيمية وجسر التفاحة تصاعدت فيها ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بعد رشقات لعشرات الصواريخ أطلقها الحجد الشعبي والقوات الأمنية وفصائل المقاومة استهدفت الخطوط الدفاعية الأولى لداعش والخسائر بحسب ما يقول قادة الميدان كبيرة من صباح هذا اليوم إن شاء الله بعد صلاة الفجر انطلقت العمليات بقصف المنطقة من عدة محاور مشتركة كان لنا محورين في هذه المنطقة من المحور الشمالي والمحور الجنوبي اللي اتبنتها الكتائب على الأرض تتقدم القوات ببطء بسبب وجود عشرات الألغام التي زرعها داعش أسلوب تقطيع الأوصال والعزل خطة باتت تتبع من قبل القوات المقتحمة هذا القصف هو تمهيد لاقتحام مناطق داخل الفلوجة ومنطقة جسر التفاحة ومنطقة الحراريات المقابل الفرنقة الأولى التابعة للجيش العراقي ووفقا للمعلومات الاستخباراتية فأن خطوط داعش الأمامية أصيبت بالانهيار فاختار التراجع إلى وسط المدينة مكتفيا بأسلوب السيارات المفخخة والانتحاريين كخيار أخير للمواجهة عمليات المعالجة بواسطة الأسلحة الثقيلة لا تهدأ على الجبهة الجنوبية للفلوجة والجبهات الأخرى جبهة مشتعلة وقضم للأرض لجهة السيطرة على مناطق استراتيجية تمهيدا للاقتحام محمد الفهد من أطراف الفلوجة الجنوبية الميادين إلى ذلك عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ضاع نحو خمسين ألف مدني في الفلوجة الناطق الرسمي باسم اللامين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك شدد على ضرورة توفير ممرات آمنة للمدنيين للخروج من المدينة وقال أن المنظمة الأممية تدرس حاجات المدنيين وتسعى إلى إرسال مساعدة للنازحين من المدينة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود شدد على أن ما يحدث في العراق وسوريا ليس حربا بين الشيعة والسنة وأكد في نشرة سابقة على شاشة المادين أن الإرهاب يفتك بالاثنين معا ولا يفرق بين سني والشيعي في أي من استهدافاته بالتأكيد ليست حرب سنية الشيعية داعش ليست بالميزان السني لها أي قيمة حتى في ميزان الخوارج إذا قلنا وخلينا أعطاني أحد الأخوة أرقام مخيفة عن عدد الفلسطينيين والسعوديين والأردنيين والمصريين وغيرهم الذين بالمئات لا أذكر الآن الأرقام وليست أمامي الذين فجروا أنفسهم في العراق بشكل عام بغض النظر عن الأماكن السنية والشيعية الشيخ حمود كده أن من يحمل السلاح ضد جيشه وشعبه هو إرهابي رافضا تمييز بين الإرهابين من يحمل سلاحا ضد شعبه وضد جيشه هو إرهابي وللأسف الشديد ظلت فترة طويلة هذا التمييز بين النصرى وبين داعش وسمعته حتى من بعض الناس العاقلين إلى حد ما وعندما وجهتهم أنهم يفجرون الطرقات والساحات والباصات وما إلى ذلك قال للعل هناك باب شرعي أن هؤلاء كذا وكذا كما قلنا للأسف سمعناه من عقلاء فكيف من أناس يتصرفون بمحض الغريزة بمحض ردات الفعل نقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله أن جنديا من حرس الحدود السعودية قتل وأصيب ثلاثة آخرون بعد انفجار لغم أرضي في دوريتهم عند الحدود مع اليمن وقالت الوكالة أن اللغم انفجر في منطقة جازان جنوب المملكة عندما مرت دوريتان لحرس الحدود على الطريق المخصص لسيرهما قرب حدود اليمن أفاد مصدر عسكري يمني باستشهاد خمسة أشخاص برصاص قوات هدي في تعز وفي عدد ارتفعت حصيلة التفجير المزدوج بخور مكسر إلى خمسة واربعين قتيلا وأكثر من مائة جريح التفجير الأول وقع أمام معسكر اللواء 39 مدرع بالتزامن مع انفجار عبوة أمام معسكر بدر في مدرية خور مكسر أكد المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام في حديث للميادين ضرورة تأليف حكومة توافقية يمنية تمثل جميع الأطراف المتحاورين في الكويت نحن نعتقد أن الحكومة التوافقية يجب أن تشكل الآن هنا في الكويت وأن تمثل المكونات السياسية المعروفة وهم أنصار الله وحلفائهم المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم اللقاء المشترك وحلفائهم أو الحراك الجنوبي أو أن تكون كذلك على أساس أن تكون أيضا التشكيل الحكومة ممثلة للأطراف الموجودة الآن على الطاولة وهي التي تمثل الطرف الآخر والتي تمثلنا نحن والمؤتمر وهذا شيء لا نمانع فيه إذا دخلنا نحن في النقاش الجدي لتشكيل الحكومة لن تكون هذه معضلة على أن توافق على رئيس وزراء جديد يكون متوافق عليه من كل الأطراف عبدالسلام قال أن المشكلة في اليمن هي مشكلة سياسية وليست عسكرية مضيفا أن هناك أطراف تريد الضغط عبر الحرب للقبول بالاستبداد مرة أخرى نحن اليوم المشكلة في اليمن ليست أمنية وعسكرية المشكلة في اليمن ليست أن هناك مشكلة انسحابات وأسلحة المشكلة سياسية المشكلة كانت موجودة من قبل الحرب المشكلة أن السلطة التوافقية يراد أن تتحول إلى استبداد المشكلة أن اليوم موجود طرف في السلطة يريد أن يواصل التسلط وأن يواصل الامتهان وأن يواصل تحت عنوان الشرعية الدولية وعنوان التحالف والحرب أن يضغط على أطراف يمنية موجودة لأن تقبل بالاستبداد مرة أخرى هذا غير وارد هذا واستنفت المشاورات اليمنية جلساتها العامة المباشرة بحضور المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد نحو ستة أيام من توقفها بفعل تعليق وفدهادي مشاركته فيها كما عقدت جلسات ثنائية وجلسة أخرى لرؤساء الوفود تقرير الأحمد عبد الرحمن جلسة عامة مشتركة لفريقي المشاورات اليمنية بعد عودة وفدهادي كان لافتا فيها شكر رئيس وفده عبد الملك المخلافي لأمير قطر لإقناعهم بالعودة للتفاوض وكان اللافت أيضا تهديد عضو الوفد عبد العزيز جباري بالحرب إذا لم يعترف بالشرعية التي قال إنها ستعود سواء أقبل الطرف الآخر أو رفض حسب ما نقل عضو مفاوض الجلسة رفعت بعد نصف ساعة من بدئها حيث شهدت دانة وفد صنعاء للأعمال الإرهابية في عدن كان هناك جلسة بين الوفدين والمبعث الأممي لكن لم نكن هناك نتائج تذكر بل كان هناك بعض الاستقواء من قبل وفد الرياض وتهديدهم لم يعودوا إلى صنعاء فإن الحل العسكري سيستمر بشكل أقوى من السابق هذا الأمر لا يتفق مع روح المشاورات والأرضية التي يفترض أن تنطلق منها من الجلسة العامة إلى جلسات ثنائية منفصلة وجلسة مسائية مشتركة لرؤساء الوفود ومساعديهم مع المبعوث الأممي الذي دعا لجنة الأسرى والمعتقلين إلى استئناف أعمالها عودة إلى مسألة البدايات بمعنى أننا الآن مضى لنا أكثر من شهر كان الأصل أننا قد تخلصنا وقد تم مسافة كبيرة جدا لكن اتضح أن هناك تماطل وهناك تضيع الوقت وعدنا إلى البدايات الأولى هي مسألة الضمانات والمرجوية المتفق عليها وركزت الجلسات المنفصلة للمبعوث الأممي مع الوفدين على الخارطة الزمنية وتصورات الطرفين للمرحلة الانتقالية بناء على ما حصل من تقارب فرضته ضغوط إقليمية ودولية خلال الأيام الماضية بشأن الحكومة التوافقية الجديدة ولجنة تطبيع الوضع العسكري التي أبدت الكويت استعدادها إشراك ضباط كويتيين وعمانيين في قوامها عادت جلسات المشاورات اليمنية مجددا للالتئام العالني في أجواء يسودها قدر عال من التوتر لكن الأهم في ذلك أنها التأمت أحمد عبد الرحمن الكويت الميادين في لقاء وصف بأنه تاريخي اتفق كل من بابا الباتيكان فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب على عقد مؤتمر دولي للسلام وخلال استقبال البابا شيخ الأزهر قال المتحدث باسم الكرسية الرسولية أن اللقاء كان وديا جدا وتم الاتفاق على أن يوجه شيخ الأزهر دعوة إلى البابا لزيارة الأزهر الشريف في أقرب وقت علي مرتضى لقاء تاريخي مؤسستان دينيتان بارزتان في العالم إلى طويلة واحدة بعد قطيعة دامت خمس سنوات وتوتر في العلاقات لعقد من الزمن البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب طوايا صفحات الخلاف فتحين عهدا جديدا من التواصل بين الفاتيكان والأزهر ودي جدا هكذا وصف المتحدث باسم الكرسي الرسولي اللقاء بين الرجلين الذين اتفقا على ضرورة عقد مؤتمر عالمي للسلام كما سيتم الإعلان رسميا عن عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان وتفعيل دور مركز حوار الأديان في الأزهر شيخ الأزهر الذي وجه دعوة لبابا الفاتيكان لزيارة الأزهر الشريف في أقرب وقت أكد الحاجة إلى مواقف مشتركة يدا بيد من أجل إسعاد البشرية مؤكدا أن الأزهر يعمل بهيئاته كافة على نشر وسطية الإسلام ويبدل جهودا حثيثة من خلال علمائه المنتشرين في كل العالم من أجل إشاعة السلام وترسيخ الحوار من جهته أكد البابا فرانسيس أن رسالة الإسلام هي رسالة السلام والتسامح والحوار الهدف وأن العالم يعلق أماله على رموز الدين وعلمائه ورجاله ويقع على المؤسسات الدينية العالمية مثل الأزهر والفاتيكان عبء كبير في إسعاد البشرية ومحاربة الفقر والجهل والمرض وأضاف البابا أنه متابع لدور الأزهر الشريف في نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك ولجهوده في مواجهة الفكر المنحرك مشددا على أن دور الأزهر في هذه الفترة من تاريخ العالم مهم ومحوري ولن إلى أبرز ما عنونت بعض الصحف العربية الصدرة لهذا الصباح مع أحمد عبد الله صباح الخير أحمد صباح الخير خالد شكرا صباح الخير مجددا مشاهدين هجمات جبلة وطرطوس الإرهابية هجوم دامل لداعش في عدن بالإضافة إلى عمليات الجيش العراقي في الفلوجة أبرز ما عنونت به بعض الصحف العربية الصدرة اليوم نبدأ من الوطن السورية وفيها الوهابية المتوحشة تضرب سوريا من جديد أكثر من 120 شهيدا ومئات الجرحة في جبلة وطرطوس والسوريون يدافعون عن هويتهم بدمائهم الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من بوتين بضحايا جبلة وطرطوس إدانات واسعة أبرزها من واشنطن وباريس ودمشق تصعيد من الرياض وأنقرة والدوحة لإفشال التهديئة موسكو تدعو واشنطن لفصل المعارضات عن المصر موغيرين دعت لاستئناف جناف والجيش تقدم شرقية القريتين بحمص صحيفة الحياة السعودية كتبت في عنوينها داعش باغت النظام في معقله قرب القاعدتين الروسيتين 148 قتيلا بتفجيرات في طرطوس وجبلة واعتقالات واعتداءات على نازحين من حلب وإدلب مشاورات الكويت استؤنفت بعد ضمنات وضغوط داعش يستهدف مجندين 50 قتيلا و60 شريحا في عدن لقاء البابا وشيخ الأزهر في الفاتيكا ترميم الحوى لمواجهة التطرف والعنف صحيفة الصباح الجديد العراقية عنونت انطلاق عملية تحرير الفلوجة واستعادة أكثر من عشر مناطق في محيطها في ظل توقعات بوصول القطعات العسكرية إلى مركز المدينة مطلع الأسبوع المقبل ضمنات أمريكية بريطانية تمهد لعودة الكرد إلى بغداد مقترح أمريكي يحظى بتأييد الأطراف السياسية لإعادة تفعيل البرلمان من الصباح الجديد نتقل إلى صحيفة السفير اللبنانية وفي عنوينها الخرق الأكثر دموية لآخر مساحة أمان في سوريا داعش يثير فتنة بمجزر 400 ضحية في طرطوس وجبلة التخابر الدولي غير الشرعي إلى القضاء فضيحة الانترنت يوسف شاهدا وقوى الأمن تنسحب من السفير اللبنانية إلى صحيفة الوطن العمانية التي عنونت سوريا الإرهاب يمد جرائمه لطرطوس وجبلة وقتل وجرح بالعشرات واشنطن تريد وقف ملاحقة المسلحين بحلب وموسكو تقترح عمليات مشتركة العراق يطلق عملية واسعة لاستعادة الفلوجة هجوم دام جديد على القوات اليمنية بعدن أما صحيفة الأخبار المصرية فكتبت في عنوينها الجيش يقتحم أوكار الإرهابيين في جبل الحلال تصفية وإصابة 150 من أنصار بيت المقدس في ضربات للأباتشي والمدفعية لقاء تاريخي بين شيخ الأزهر وباب الفاتيكا مؤتمر عالمي للسلام واستئناف حوار الأديان لمواجهة الفكر المتطرف ونختم مع صحيفة الوسط البحرينية وفيها داعش يقتل 189 شخصا في سوريا واليمن والجيش العراقي يبدأ تحرير الفلوجة بهذا العنوان نصل المشاهدين إلى ختام جولتنا على أبرز عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم عودة لك خالد شكرا لك أحمد إلى عنوين نشر من جديد ارتفاع عدد شهداء تفجرة الارابية في مدينة تارتوس وجبل إلى 148 شهيدا وزارة الدفاع الروسية تقول إن النصرة تحشد نحو ستة ألاف مسلح في ريف حلب الجنوبي للهجوم على المدينة القوات العراقية تدمر تحصينات داعش على مداخل الفلوجة وتتقدم في المدينة من ثلاثة محاور في لقاء تاريخي بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يتفقان على عقد مؤتمر دولي للسلام للمزيد من الأخبار زوروا موقع المدينة على الانترنت المدين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت المدين دوت نت شكرا لعصة المتابعة إلى اللقاء شكرا